حزب الاتحاد الدستوري العراقي 1951 ميلادي الحلقة 182 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات حزب الاتحاد الدستوري العراق تجمع سياسي رجع أساسه وترأسه نور السعيد عام 1951 ميلادي عمل الحزب على ترسيخ سياسة البطش والإرهاب والسيف رتاب الدول الغربية والمصالح البريطانية وتضم في صفوفه العناصر الإرطاعية والرسمالية من أنصى نور السعيد من أمثال عبد الوهاب مرجان وخاليل تنى وضياء جعفر وجاميل أورفالي وأصدر جريدة ناطقة باسمه في بغداد أسماء الاتحاد الدستوري وأخرى في الموصل باسم الدستور ألغي الحزب بعد انتفاضة 1952 ميلادي وتسلم نور الدين محمود رئيس آتان الجيش رئاسة الوزارة وإردامه على إلغاء الأحزاب وإعلان الأحتام العرفية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد المترجم للقناة